بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد قدر الله سبحانه وتعالى أن توجد بين ذي الساعة فتن كثيرة كقطع الليل المظلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فتن عامة وخاصة تموج كموج البحر وموج البحر لا يتوقف ولا ينتهي كلما انتهت موجة جاءت التي بعدها واتراب موج البحر يغرق فيه أناس كثيرون حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفتن وبين لنا كذلك المخرج منها بتصحيح وسلامة القلوب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يذكره عنه حذيفة لما سأله عمر رضي الله تعالى عنهما سأل الجلساء أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة فقالوا كلنا سمعه يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة قال ليس عن هذا أسأل ولكن أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال له حذيفة ما لك وما لها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر فقال يكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر كسرا قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا سمعته يقول تعرض الفتن على القلوب أرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فسألوا حذيفة أكان عمر يعلم من الباب فقال كما يعلم أن دون غد دون غد الليلة فسئل عنه فقال عمر عمر هو الباب الذي كسر بمقتله رضي الله عنه ففتحت أمواج الفتن فانظر كيف كان حجمها في عصر الخلافة الراشدة ثم بعد ذلك في الملك العادل ثم في الملك العاضي والجبري إلى أن وصل إلينا لنعلم ماذا الخطر عمر يخاف على نفسه من الفتنة ونحن في وسط أمواجها فهل نخاف على أنفسنا كخوف عمر وينبغي أن يكون أشد لأن عمر رضي الله تعالى عنه عنده من أسباب الثبات ما ليس عند غيره فكيف بمن كان بابا مغلقا في وجهها يخاف منها ومن يغرق فيها لا ينتبه لها ولا يعرف كيفية النجاة منها بأن يحصن قلبه ويجعله مستقيما حتى يكون على الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أبيض لقوته شفاف يد قوته العلمية المدركة لبصيرته النافذة وهذا هو أول أمر في الاستقامة أول أمر في الاستقامة التي أمر الله بها في مواجهة الباطل في قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أول الاستقامة استقامة القلب ثم استقامة اللسان ثم استقامة الجوارح وأول قسم في استقامة القلب البصيرة القوة العلمية المدركة التي يصير القلب بها أبيض التي يصير القلب بها شفافا كالزجاجة كما وصف الله قلب المؤمن في قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذا مثل الإيمان ومثل نور الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلب العبد المؤمن كمشكات تجويب في الجدار يبعد عن الرياح التي تطفئ المصابيح وكذلك يشتد في داخله الضوء لاجتماع الضوء فيه والمصباح هو الفتيلة المشتعلة المتقدة الممتلئة أو هي في الحقيقة مصدر النور الذي يشع من هذا المصباح وهو الإيمان الذي في قلب المؤمن فالمشكات صدر المؤمن والزجاجة قلبه والزجاجة فيها وصف الشفافية يخرج منها النور ويدخل إليها النور تأمل هذا الوصف وابحث عن حال قلبك فيه هذا القلب الأبيض الشفاف الذي لم يتسخ بإرادات الدنيا وزينتها ولم يتسخ بمقاصد البهائم والشياطين وإراداتهم هذا القلب الذي عنده من القوة المبصرة ما ينفع الناس وينتفع بما عندهم من الخير الزجاجة إذا كانت الفتيلة في داخلها والزجاجة صافية تضيء لمن خارج هذه الزجاجة فكذلك المصباح المنير قلب المؤمن يخرج منه النور للناس يضيء لهم الطريق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو إلى الخير كما أمر الله سبحانه وتعالى فهذا حاله في من حوله إذا كان في جو مظلم وربما رؤي عن بعد شديد بل ربما أنار الدنيا وأعظم قلب في ذلك قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم السراج المنير أضاء الله به ظلمات الدنيا ونشر به النور فهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وكل من انتثل طريقته واتبع سنته حصل له من هذا الوصف بقدر ما أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزله الله معه القرآن العظيم ثم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم تأمل الواقع المظلم حولك لتعرف منزلتك وحال قلبك هل ساهمت في إزالة الظلمات هل ساهمت في رفع الجهل عن الناس هل ساهمت وشاركت في محاربة البدع والضلالات وإزالة الشبهات حتى علم الناس الحق ناصعا وأدركوا النور واضحا واستقاموا على الصراط المستقيم أم أنك كنت سلبيا لا تؤثر في من حولك نورا ولا يهتدي بك من بجوارك إما لضعف علمك أو لضعف سلوكك وأخلاقك ومعاملتك احذر أن تكون في وسط ظلمات لا تسعى لإزالتها احذر أن تكون في وسط أسرتك لا تؤثر فيهم هداية ومعرفة بالحق وسلوكا على طريقه احذر أن تكون في وسط جيرانك تراهم على المنكرات بالليل والنهار في المعتقدات وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وأنت ساكت لا دخل لك كأنك لا تدري وهي في الحقيقة من أعظم المصائب أن نكون سلبيين لا دخل لنا بمن حولنا لا نسعى لتغيير الظلمات وإخراج أهلنا منها إلى النور فهذا أول وصف لمن ينجو من الفتن أنه أبيض وكذلك الزجاج الشفاف يدخل إليه النور فعندما يكون الجو مضيئا حولك هل تستنير كغرفة زجاجية في ضوء النهار تمتلئ نورا وإذا كانت في ظلمة الليل وفيها مصباح أضاءت الطريق من بعيد أنت تقبل النور وتصدره كذلك أنت تقبل الحق أنت إذا ذكرت تذكرت أنت إذا وعظت اتعظت أنت إذا ذكرت بعد نسيانك تذكرت أنت تقبل الخير أنت تستجيب لداع الله أنت تستجيب لأمر الله عز وجل إذا دعاك ودعاك رسوله صلى الله عليه وسلم لما يحييك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون انظر إلى نفسك عند الموعظة عند التذكرة عندما تذكر بآيات الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا كم يسمعوا ناس ملأ النفاق قلوبهم آيات الله يسمعون آيات الله ثم يظلون على ما هم عليه من الرضا بالباطل وإقرار المنكر تسمعه يحارب شرع الله عز وجل ويأباه ويصحح ملة من كذب رسول الله وكذب القرآن تسمعه وقد تليت عليه الآيات وهو بعد ذلك يستمر في الجدال بالباطل لأن قلبهم تلأ نفاقا كم يسمعوا ناس الأدلة على حرمة أمور يعملونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هو يستمر عليها بل يجادل فيها يقال له حديث صحيح متفق عليه يقول وما أدرانا في البخاري إسرائيليات وأكاذيب بالباطل والزور دون أن يعلم وأما في القرآن فالأقوال جاهزة في الآية أقوال متعددة ليست قولا واحدا لا تصادروا آراءنا نحن رجال وهم رجال هكذا يقولون لو كنت رجلا نسرت على طريقهم لو كنت رجلا مثلهم فالحق بهم وآخرين من دونهم وآخرين لما يلحقوا بهم فلابد أن يكون على سبيل اللحاق حتى يتزكى كتزكيتهم وينطبق عليه حينئذ أنه من التابعين لهم بإحسان حتى يكون قوله معتبرا لذلك نقول هؤلاء الذين يريدون التخلص من الشريعة بأي طريق كان حين يقولون لا نقبل إلا القطعية والمبادئ الكلية العليا فقط أما أحكام الشريعة فلا نقبل بها نعوذ بالله من ذلك الأمة في مفترق طرق تريد أن تعرف من المؤمن ومن المنافق انظر إلى القلوب والأحوال عندما تأتي آيات القرآن هناك من يبغي لها كل تأويل وتحريف وأما الأحاديث فيردها ويزعم بطلانها ولو كان متفقا على صحتها هذا خطر عظيم إذا كنت تريد أن تعرف حل قلبك في الظلمة والنور والشفافية والطهارة فانظر إلى أثر كتاب الله على قلبك هل يملأه نورا هل تشعر بهذا الضياء الذي تفيضه الآيات هل تشعر باستنارة الطريق عند المشتبهات عندما تتل القرآن فتعرف الحلال من الحرام وتعرف الحق من الباطل وتعرف طريق الهدى من طرق الضلال أم أن الأمر عندك ليس ببين وما زلت تقرأ القرآن أمانية تعتمد على الظنون ولا تفهم الكلام ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون ذم الله أهل الكتاب بأنهم لا يقرؤون الكتاب لا يعلمون من الكتاب الذي عندهم إلا قراءة أمانية قراءة يقرؤونها تمنا بمعنى قرأ فهم يقرؤون لا يفهمون شيئا يعتمدون في عقائدهم على الظن وفي أعمالهم على الهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أما أهل الإيمان فيعتمدون في عقائدهم على اليقين الذي تضمنته آيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أعمالهم يعتمدون على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويستنون بسنته ويهتدون بهديه ويزكون أنفسهم ويستقمون ظاهرا وباطنا يريدون إصلاح نفوسهم ومعالجة أمراضها بكتاب الله الشفاء والغذاء في نفس الوقت انظر لتعلم حالك هل قلبك شفاف أبيض حتى تكون في بصيرتك وفي معرفتك بالطريق مستضيئا بكتاب الله ووالله ثم والله إن الكتاب لا تضمن بالفعل فصل ما بيننا وانظر في قضية ما نختلف فيه مع الناس حول قضية الحرية التي يريدها البعض مطلقة ونريدها نحن مقيدة بشرع الله اسمع إلى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين واسمع قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واسمع قول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقارن بين من يقول لا نلتزم بالشريعة ولا أحكامها وإنما نحن أحرار نقبل ما نقبل ونرد ما نرد لتعلم أنهم أبالسة شياطين إنما يريدون التحرر من عبوديتهم لله ليقع الناس أعبيدا لهم وعبيدا للشهوات التي يثيرونها هذه حضارة الغرب تملأ المشارق والمغارب لم تعبد الناس تعبدهم للدرهم والدينار أو قل في زماننا للجنيه والدولار قل في زماننا إنها تعبدهم في حقيقة الأمر لشهوات الجنس والمخدرات لا يعرف الناس من دنياهم إلا طعاما وشرابا وجنسا لا يعرفون إلا امرأة عارية وكأسا وغانية لا يعرفون من الدنيا إلا ماذا يركب ماذا يلبس أين يسكن ماذا نوع السيارة التي يركبها ما نوع المحمول الذي يستعمله ما الفريق الذي يشجعه أما أن يعرف عن الموت عن الحياة بعد الموت عن القبر دعنا من هذه الأشياء لا تنكد علينا حياتنا أتريد أن نعيش أن نموت قبل الموت دعنا من هذه الخرافات على قول العرات منهم فإن منهم عراء يصرحون بعقيدتهم في إنكار الدين وإن منهم من يستتر بوراقة توت لكنه في حقيقة الأمر على نفس مذهب العراء يريد رد الدين لا يفكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هذه حضارة الغرب لا تعرف في الدنيا إلا المال والصراع حوله والرياسة والتقاتل حولها والمنافسة عليها ولو بسفك الدماء وانتهاك الحرمات والأعراض وتدمير البلاد انظر كيف كانت حضارتهم سببا في مقتل خمسة وستين مليون من البشر في ست سنوات في الحرب العالمية الثانية ثم بعد ذلك يقولون عن المسلمين أنهم إرهابيون مع أن الإرهاب الحقيقي إنما يفعلونه هم هذه الأسلحة الفتاكة التي تذمر العباد والبلاد من الذي استعملها في الحقيقة لتحقيق أغراضه في العلو في الأرض ونشر الفساد أدوات التعذيب هل صنعت في بلادنا إنما يقولون حقوق الإنسان ولابد من مراعاتها واحترامها بل وحقوق الحيوان وأخبرونا عن أجهزة التعذيب في الدول المتخلفة التي تستعملها أين صنعت هل صنعت في مصر هل صنعت في السعودية هل صنعت في ليبيا أو اليمن أو في الأردن أو في سوريا إنما صنعت في أوروبا وأمريكا لماذا صنعوها وصدروها بكميات هائلة إلى كل أنحاء العالم لكي تحفظ حقوق الإنسان هذه حضارة الغرب العجيبة الشأن وحضارة من يروج لها ننظر في أحوال قلوبنا هل نقبل شرع الله هل نستجيب للعبودية لله هل نريد تحقيق هذه العبودية في الفرد وفي الأمة يريدون أن يجعلوا الدين ديكورا فقط في حياة الناس عندما وجدوا الناس لا يقبلون أن ينحى الدين عن الحياة العامة قالوا دعوه دعوه فوق رؤوسكم لكن حياتكم تستمر كما هي اجعلوه مجرد زينة مادة ديكورية كما يقول أحدهم أن الإسلام دين الدولة مادة ديكورية لماذا؟ لأن الدولة هل تصلي وتصوم الدولة لا دين لها هكذا قالها علنا دون حياء ودون أن يراعي أنه يعيش في وسط مسلمين يعرفون أن دينهم كما هو صوم وصلاة وحج وزكاة فهو كذلك نظام حياة هو كذلك سياسة واقتصاد ألم تسمع قول الله عز وجل في أمر السياسة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صدون عنك صدودا إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اسمع إلى قول الله عز وجل في أمر المال والاقتصاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما باقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله انظر في نظام الأسرة أساس النظام الاجتماعي في الإسلام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون واسمع في تحريم الفواحش الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين انظر في العلاقة بين طبقات المجتمع وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك منه عضو تداع له سائر الجسد بالحمة والسهر فلسنا بالذين نرى صراع الطبقات لتتحكم طبقة العمال والفلاحين على الناس ولسنا كذلك بالذين نقبل تصلط رأس المال حتى يصير الناس إلى غنى مطغي أو إلى فقر منسي وهذا الذي يريده أعداء الإسلام أن يكون التفاوت هائلا وهذا الذي حدث في النظام البائد ولا تزال آثره قائمة الناس بين غنى مطغي لا يعرف صاحبه كيف ينفق الأموال طول عمره لو عاش عشرة أضعاف عمره وهو في نفس الوقت يطحن من تحته يوجد فقر مدقع منسي ينسي الإنسان حياته وأوأ وآخرته لا يعرف كيف يجد لقمة عيشه في يومه أو نهاره مع رعب وخوف وضياع للأمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد سعادة الدنيا في ثلاث فقال من أصبح آمنا في سربه عند معافا في بذنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فأما النظام الذي يريد سيطرة طبقة من الطبقات على المجتمع يجعل الناس يعيشون في خوف ورعب وهلع على الدوام دوام ملكهم بالخوف ودوام سلطانهم بالمال ودوام شغلهم للناس بأن تظل الأمراض تفتك بهم حتى ينشغلوا عن غيرهم حتى ينشغلوا عن ظلم الظالمين بل يأتون بما يضر الأمة ويدمروا صحة أبنائها وليس يجدون قوت يومهم إلا بالكاد وربما جاع الكثيرون وباتوا بغير طعام وشراب هذا النظام ليس هو النظام الإسلامي ولا ذاك وإنما نظام يقوم على التراحم والتعاطف والتماسك أداء الزكاة فيه ركن من أركان الدين ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه حتى يقوم المجتمع على التكافل والتحاب لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لما أوجد جائع ولا عريان في مجتمعات المسلمين لكنك تجد هذا الركن مجهولا عند الأكثرين لا يعرفون كيف يؤدون زكاة أموالهم ولا كيف يخرجونها ربما أنفقوها في غير مصارفها أو أخرجوا دون القدر الواجب لأنهم يجهلون لا يعرفون كيف يحسب ماله ولا ما نصاب هذا المال ولا كم يخرج ولا لمن يخرج وهكذا تحصل المفاسد والفتن لذلك تحصل الصراعات بين أبناء المجتمع وتحصل الفوضى التي يريدها الأعداء خلاقة لمفاسدهم لا تكون خلاقة لمصالحنا لذلك نقول انظر إلى كل نواحي الحياة في المال في الاختصاد في النظام الاجتماعي في نظام الأمر والنهي نظام الإعلام بما يؤمر الناس وعما ينهون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اسمع في التعليم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مع بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم العلم بالله وبما أنزله وكذلك العلم بما يحتاج إليه الناس في معاشهم لابد أن يوجد في كل محلة من المسلمين من يطلب العلم الذي يحتاجون إليه حتى يحققوا الاكتفاء الذاتية وهم قد تقدموا بالفعل حتى صارت أمة الإسلام سببا لإخراج الغرب من ظلومات وجاهلية العصور الوسطى عندهم وإن كانوا أبوا التوحيد فرغم ما تقدموا في العلم ظلوا في ظلمات جاهلية جديدة في القرون المتأخرة لكن كان العلم عند المسلمين والمنهج العلمي هو الذي علم أوروبا وهو الذي نقلهم بعد أن كان محرما عليهم أن يفكروا وإلا عذبوا وقتلوا لو قالوا بأي حقيقة علمية أو تجربة أدت بهم إلى نتيجة محسوسة غير مقبول عند الكنيسة ذلك في العصور الوسطى كان أمر المسلمين متقدما لما كان عندهم من العلم والبصير والنقاء أما الوصف الثاني للقلب المؤمن الناجي من الفتنة فهو مثل الصفاء مثل الصخر ثباتا وقوة القوة العملية المحركة الثابتة على الحق تأبركون إلى الذين ظلموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا تقبلوا باطلا لا تقروا منكرا لا تدوروا في فلك الظالمين ولا تعاونوا على ظلم ولا تساعدوا على فساد ولا تنشروا منكرا أنت ثابت على الحق لا تنطبع لا تتأثر لا يغيرك إلا نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي على ذلك هذا الذي يغير سلوكك وفكرك ترجع إلى الحق إذا ظهر لك أيها المؤمن هذا سبيل النجاة من الفتن لا يمكن أن تزول الفتن لا يمكن أن تزول من حياتنا ستزداد ولكن كيف النجاة أن يكون قلبك عنده من الهدى والنور ما يصير به أبيض يؤثر في من حوله ويتأثر بالخير الذي يأتيه من خارجه وكذلك يكون مثل الصفا صلبا قويا في الحق ثابتا عليه لا تزعزع لا يركن إلى الذين ظلموا لا يكون عبدا مأمورا لا يقول أوامر جاءت من فوق ليس عنده فوق فوق أوامر الله أمر الله هو الذي يأتي من فوق أمور العباد كلها تعرض ما كان منها من حق قبل وما كان منها من باطل رد هكذا قرر الصحابة ما يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له أطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم لو وجدت هذه القلوب لما وجدنا من يظلم لأنها أوامر جاءت من فوق لما وجدنا من يحبس ويسجن ويعذب لأنها أوامر جاءت من فوق لما وجدنا من يسرق لأنه سيقسم هذا المال مع من هو فوقه لما وجدنا من يرتشي لأنه يقسم هذه الرشوة على مجموعة ممن معه ومن حوله ومن فوقه لأنه كالصخر ثباتا وصلابة في الحق وقوة فيه خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق وأن يهيأ لأمتنا أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إذا تبين طريق أهل الحق لا بد أن يستبين أيضا سبيل المجرمين حتى نحذر منه نعرف أحوال القلوب الأخرى التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم التي قبلت الفتن أشربتها رضيت بها أقرتها شاركت فيها أيما قلب أنكرها أنكر الفتنة والفساد هذا نكثت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها قبلها كما ذكرنا أقر بها سكت عنها وهو قادر على إنكارها بقلبه أو لسانه أو يده فإنه يشرب هذه الفتنة تدخل قلبه الفتنة تحوله إلى قلب أسود لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات نتأملها لنحذر على أنفسنا منها لن يستقيم الحق في قلبك إلا إذا عرفت الباطل فتركته وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا أسود قلب أسود مظلم لا يعرف الحق لا يدخل إليه النور ولا يخرج منه نور يوجد في بيئة مظلمة فيزيدها ظلاما ليس عنده مصباح متقد في قلبه ليس عنده من نور الإيمان ما يهدي به بل ربما كان مضلا يتكلم بالباطل يخالف الوحي يخالف الكتاب والسنة يعلم الناس كيف يلتفون وينصرفون عن أوامر الله إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ليس عنده علم ذلك بأن المنافقين لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون تأمل هذا جيدا كان في زمن الصحابة والتابعين من يجهل حدود الله عز وجل عندهم معدودا فيه شيء من النفاق كان زيد بن صوحان رضي الله عنه رحمه الله تعالى أحد التابعين كان من المجاهدين قطعت يده الشمال في إحدى الغزوات وكان يعظ في بعض المواعظ في بعض المسارد فقال له أعرابي إن كلامك ليعجبني وإن ياذك لتريبني يعني أنك يبدو أنك سارق قطعت يدك في السرقة الأعرابي يريد أن ينفر الناس عن موعظته يريد أن يشككهم في حقيقة سلوكه فقال له زيد وما يريبك منها ما الذي يجعلك تتشكك فيها إنها الشمال فقال والله ما أدري أتقطعون اليمين أم الشمال فقال صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله انظر كيف كان الأمر عندهم أن من جاهل أن الشمال هي التي أن اليمين هي التي تقطع في السرقة وليست الشمال معدودا في أنه لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أما اليوم فربما وجدت من يصحح إيمانا من يعبد غير الله ويقول ولو كان بوذيا فلا أستطيع أن أقول إنه كافر لكم دينكم وليا دين ألم يسمع قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين أولها قل يا أيها الكافرون يريدون أن يلغوا هذا الاسم من مصطلحاتنا كأنه أمر منكر أن يقال أن من عبد غير الله أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يكفر الله عز وجل يقول في كتابه وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضيره على الدين كله ولو كريه المشركون تأمل وانظر هل يعرف الناس حدود ما أنزل الله على رسوله بل لو نظرت إلى من يأتي المساجد هل تددهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله بميزان عصر الصحابة والتابعين نريد أن نتعلم لأن القلوب التي لا تفقه ولا تعلم قلوب سوداء وظلمة نور قلبك بالعلم تعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء تعلم ذلك وانتبه له لأن بذلك يستنير القلب وكذلك يستنير بالزكاة أعني بالتطهير بالتخلية والتحلية تتخلى من الكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة عالج قلبك لا تبغي غير الله لا تبتغي إلا وجه الله عامل ربك سبحانه وتعالى لا تنظر أين مكانك في الساقة كن في الساقة توب لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أين أنا على رأس المقدمة وعلى رأس الناس أم في المؤخرة يمكن أن تكون أنت سبب النصر يمكن أن تكون أنت وأنت مغمور في الناس صاحب الدعوة المستجابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ضي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لماذا لا تكون أنت الذي تنصر الجيش بدعوتك لماذا لا تكون أنت سبب التمكين للإسلام بتضرعك وانكسارك لله عز وجل ولو لم تكن مشهورا أمام الناس ولو لم تكن على رأس القائمة ولو لم تكن مقدما أمام وسائل الإعلام نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص بهذا يستنير القلب وتزول ظلمته حتى لا يكون أسود وأما مربادا أي متسخا الوسخ الذي في القلوب الإرادات الفاسدة الإرادات البهيمية المحرمة والإرادات الإبليسية المهلكة الإرادات البهيمية التي هي الطعام والشراب والجنس منها حلال كثير ومنها قدر قليل محرم لكن أهل الفساد يريدون أن يكون هذا القدر لا بديل عنه لا يعرفون الحلال الطيب في الطعام والشراب بل لابد من الخمر كأن الدنيا ستهدم إذا توقف المسلمون عن صناعة الخمر والسجائر سيدمر الاقتصاد لو أن الناس أغلقوا نوادي القمار التي يأتيها السياح من كل جالب ما موقفكم؟ كأنه امتحان ما موقفكم من صناعة الخمور؟ هل ستسمحون ببيعها في أسواق الناس وفي النوادي الليلية أم لا؟ ما موقفكم من السياحة؟ ستمنعون الميوهات على الشواطئ ستقيدون هذه الحريات ستضيع السياحة ويجوع الناس لا تقل لي حلال ولا حرام علنا هكذا يقال أما سمعتم؟ هكذا يقال أمام الناس علنا لا تقل لي حلال ولا حرام هذه الأسر التي تأكل من وراء ذلك من أين ستأكل؟ كأنه ما سمع قول الله ولا آمن به قط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كأنهما علموا أن الحلال أوسع من الحرام بما لا وجه المقارنة لماذا تفرضون علينا الحرام؟ كتاجر المخدرات يقول من أين آكل؟ لو لم أتاجر في المخدرات لو لم أزرع البنجو لو لم أزرع الحشيش لا طعام لي ولا شراب حل لي المشكلة الاقتصادية التي أعاني منها لماذا؟ لأنه يريد أن يأكل بملايين بألاف كل يوم لا يريد أن يأكل شيئا يسيرا من الحلال يكتفي به عن الحرام انظر إلى هذه الإرادات البهيمية لا بد أن تقيد منها الحلال خذه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نبث في روه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ثم بعد ذلك لا بد أن تتجنب كل الإرادات الإبليسية الشيطانية من إرادة الفساد في الأرض وإرادة العلو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين إرادات الحيوانات فيها قدر يمكن أن يباح أما إرادات الشياطين فمثقال ذرة منها يدخل النار ويحرم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعوذ بالله أسود مربادا متسخا إرادات فاسدة كالكوز مجخية كالكوز المنكوس كان فيه خير كان مسلما كان مؤمنا ثم انتكس خرج منه الخير كلما وضعت فيه خيرا سقط تخيل كوزا مقلوبا منكوسا تريد أن تضع فيه طعاما أو شرابا هل يستقر فيه كلما وضعته سقط لابد أن يعتدل أولا صفة ذلك في الحياة البشرية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه العرف الهوى هو عنده العرف وأما ما عرف في الشرع حسنه وما استنكره الشرع فليس بمقياس لأن الشريعة كانت للزمن الماضي قد ترك ما هنالك قد صارت هذه الشريعة في العصور الوسطى المتخلفة أما في زماننا فهناك نظام جديد هو ما اتفق عليه الناس خالف الشرع أم وافقه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نعوذ بالله من ذلك احذروا إخوة الإسلام من اتباع الهوى من الإرادات الفاسدة من الجهل وعدم الفقه في الدين وعدم معرفة نصوص الكتاب والسنة يسأل الله عز وجل أن يقدر لنا طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم اقسم لنا من خشاتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا لما متعنا بأسماعنا وأبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم